بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بحضراتكم في هذا الفيديو اللي احنا هنكلم فيه موجه بسرعة اساسية لزمائلنا واسزتنا وابنائنا من اعضاء التدريس بالجامعات المصرية وهيئة المعاونة اللي هم طبعا يعني ايمين بتركبير جدا ودور جبار حقيقة في هذه الفترة بحيث ان هم بيساعدوا اسزتهم وبيساعدوا بعضهم في فكرة ازاي نخش على مايكروسوفت تيمز طبعا الفيديو ده هدف وحدتين اساسيا ازاي ان انا افعل الايميل بتاعي افعل ال ايميل ازاي ودي خطوة مهمة جدا ثم ازاي انشئ فصل عشان خطرنتا استقبل فيه الطلاب يبقى خطوتين خطوة الوانية ازاي ان انا افعل ايميل بتاعي ثم الخطوة التانية ازاي انشئ فاصل ثم عايزين نعمل فيديو اخر للطلبة بحيث ان هما ازاي يحملوا الكلام دوت و ازاي نتدربوا عليه تعال نشوف مع بعض اتكلم في دليل اعضائي التدريس وهاء المعونة لإستخدام مايكروسوفت تيمز في تفعيل الانترنت وانشاء فصول معاكم استاذ دكتور محمد حبش حسين استاذ احصاء القوية نفس كلية تربية جامعة اسكندرية طيب اه هو تيمز اولا تيمز ده عبارة عن امبليكيشن ممكن على فكرة بالمناسبة تعمله دون لود تنزله من وحواري حدك تنزله منين ويبقى عدس كتاب عندك زي وزي اي برنامج يعني ما انتاش محتاج كل مرة تخش على الانترنت وتفتح المتصفح لقى لا ممكن تنزله وتعمله عادي جدا لكن كما يتضح من اسمه انه هو بيعتمد على فكرة ان انا عندي فرق عمل فرق العمل دي لها بقى معاني واسعة جدا لو انا شغال في شركة فممكن يكون مثلا انا رئيس قسم او انا عندي مجموعة جروبات شغالة معايا فممكن اتواصل معاهم بالنسبة لنا احنا كعضاء التدريس دلوقتي انا بتكلم على الموقع اللي احنا فيه او الموقف اللي احنا فيه ان انا عندي طلابي وعايز انشئ فصل والفصل ده هو الطلابي يدخلوا عليه ثم بعد كده احد لهم الاختبار او المشروع البحسي المفروض ان هم يعني يخلصوه اولا اعلن لهم عن المشروع البحسي ثانيا ان هم يدخلهم ويحملهم ويعرف ايه مشروع مشروعات البحسية المقربة منهم ويعرف ايه محكات تقييمهم ثم المرحلة الثانية بعد كده بعد ما يخلصوا ييجي الديد لاين اللي هو طبعا في معظم الاحوال واحد شهر خمسة نهاية شهر خمسة يبدأوا يرفعوا مشاريحهم البحسية فالخطة والميح دك عشان تنفس كل الكلام ده انك انت اتفعل الايميل بتاعك الايميل اللي جاء لك عن طريق كليتك الايميل الرسمي بقى كده على فكرة الايميل الرسمي طيب الايميل الرسمي يعني ايميل رسمي يعني حضرتك عندك جيميل عندك الهوتميل الياه وكل الكلام ده ما ينفعش لازم يكون عندك الايميل الرسمي اللي هو يعني انك تحتك منتمي الى المؤسسة بتاعتك يعني مثلا احنا في جامعة اسكندرية فبنجد الايميل بتاعنا اسمه alexuniversity.edu.egypt اذا ده بنجد وده الايميل الرسمي اللي فيه الهوية بتاعت المؤسسة بتاعتك اللي فيها كلمة alexuniversity تمامل حضرتك من نوفية حضرتك مثلا من طنطة حضرتك من كزا تلاقي طنطة university كزا حضرتك من اصيوت اي حتة اي جامعة حضرتك بتنامي ليه حتلاقي الايميل في الاكستنشا ولا هوتميل بقى ولا ياهو ولا جيميل ولا الكلام ده كله كل الكلام ده ما ينفعش لازم دي الايميل اللي تقدر تخش بيه على الماكروسوفت مع حضرتك الايميل ومعاك الباسورد اهلا وسهلا بك تكمل معنا الخطوات الجائعة ما عندكش لازم حضرتك تتواصل بسرعة سرعة كبيرة جدا واعتقد ان كلنا خلاص معافش عندنا وقت كلنا بقت معانا الايميلات اللي تخلينا ان احنا معانا الايميلات الرسمية ومعانا الباسورد حضرتك بتخش على الباسورد اول مرة هتغيرها بس قبل ما تغيرها تعالى نشوف الاول ازاي انا اروح بالايميل ده في انا المتصفح اه في امر مهم جدا حتىك لازم تكون عارفه ان الخطوة انه ان احنا نفعل الايميل بتاعنا يعني نفعل الايميل بتاعنا سواء الايميل بتاعك ده كان مستخدم قبل كده او كان قديم او جديد في جميع الاحوال زي ما انت شايف ان مايكروسوفت قالت دلوقتي ان لازم كل المستخدمين يعملوا ايه يا جماعة يعملوا عملية يديفوا معلومات هذه المعلومات عشان خاطر كيب يور اكاونت سيكيور واول شاشة هتظهر لك هي الشاشة اللي بتقول الكلام ده لو حدك بقالك مدة مستخدمش ايميل بتاعك يحصل كده فستخدمه الاول مرة هيحصل كده طب امن المعلومات اللي عايزينها عايزين على الاقل حاجة من الاتنين يكون معاك رقم موبايل او يكون عندك ايميل تاني ايميل بقى جيميل الهوتميل ده عشان نبعث لك عنه الباسورد او نبعث لك الكود بتاعك يبقى يامن رقم موبايل يامن ايميل تاني واحنا بفضل دايما ان يكون معاك رقم موبايل والرقم موبايل ده هيبعث لك الايه بسنة نصية فيها اربع او خمس ارقام حتىك حتدخلهم عشان تعمل فريفيكيشن عشان تدخل على الموضوع تعالي نشوف مع بعض خطوة خطوة يبقى انا هروح اول حاجة على ايه متصفح من ده هوت وقام جاي رايح هنا هوت في الجزء اللي فوق ده في الجزء اللي احنا في الجزء اللي بيكتب فيه الادرس ده هو الجزء الموجود هنا هوت وممكن اعمل كده وقول له لوج ان ، تمام?? .MicrosoftOnline.com لازم يجب كده يكله لنعمل زوم تاني عشان حتدكم بقى واضح شايفينه كويس جدا لوج ان .MicrosoftOnline.com ده اللي حضرتك لم يتضغط عليه على شاء تكتبه بنفس الطريقة كده احضر خطركم في الوصف لتحلم يبقى غير كده معاك الإيميل بما تكمل الخطوة الجاية معاك الإيميل ومعاك الإيميل الرسمي بتاع جمعيتك الإيميل الرسمي بتاع جمعتك او بتاع المؤسسات خاصة أحد عضاء تدريس وإمكانك تحت تنتمي عليها وكذلك كما قلت من الإيميل بيبقى الجزء الاولاني بعدين على علامة الهاش ثم بعدين الـ Add percent اللي هي علامة الايميل ثم بعد كده بقى أليكس يونيفريستي مونوفيا يونيفريستي طونتا يونيفريستي أسلان يونيفريستي شو حدك الجامعة edu.egyt تمام بيه اختلف من الشخص الاخر بس هي اطلاعبع خمس حروف الاولانيين عشان نعرف طبعا بقى كل واحد داخل الجامعة كل واحد له ايميل والايميل الخاص بيه فانا مجرد هعمل انتر و هنتقل بعد كده مباشرة للصفحة اللي هاتخدني الى المتصفح بتاعي اللي هي هاتخدني وتقولي نعمل verification زي قلت لك الايميل ده ترامي استخدامه الاول مرة يبقى ازل انتعمل الكلام ده فاناقول كده انتر وانتظر غتلم الشاشة زي دي كده الشاشة زي ديت معناها ايه ببساطة بتقول طبعا المؤسسة او المنظمة اللي انت لها طبعا ده ايميل رسمي تمام ده ايميلات رسمية فبيقول لك المؤسسة اللي انت او المنظمة او الكلية او الجامعة اللي انت بتنتمي اليها او الشركة او ايا كانت المؤسسة انت تبعها عايزة زيد منها المعلومات عشان خاطر انها تتأكد يعني ان الاكونت وحسابك ده سليم او في امان يبقى احنا كده قدامنا اختيار واحد فقط وهو كلمة next ونشوف ايه الشاشة هتظل لنا بعد كده هننتظر غت لما الشاشة هتحمل ونشوف ايه اللي موجود فيها بعد كده أ Hasha هي قدامنا حاجة من اتنين اما ان احنا يكلمني على تليفون ارى انه يبعت لرسالها النصية طبعا انا افضل لانه تبعت رسالة نصية استطيع innovation تقول لكم ان ارساله نصية ستصل على الرقم من موبيل estaba Hopefully والتي جد würde سأدخلها في المكان هذا المكان حتى هنا الكود ستخش فيه الرسالة النصية سأنتظر لما بعث لي رسالة عن موبايل مجرد ما توصل لي سأبدأ أشوفها وشوف ما الكود اللي هو بعتولي ودخله في هذا المكان كما لو دخلت الكود بطريقة صحيحة وأتأكد أكثر من مرة قبل أن أقول اتحقق من هذا الكلام سأتأكد أكثر من مرة لأن أكتبه صح لكي يتأكد أن فعلا لو لم يكن لديك موبايل متسجل لهم أو إيميل ستظهر لك أن أكتب لي رقم موبايل بتاعك فأنت أيضا تختار ما بين الطريقة المناسبة لو حصل من الكلام بطريقة صحيحة بطريقة صحيحة تم التعرف على إيميل طبعا لكي نقلل عدد مرات الدخول على كل مرة أريد أن نحفظ كلمة المروض وبالتالي أحفظها لا أستطيع أن أدخل كلمة المروضية كل مرة سأستخدم موبايل لا يحتاج أن أدخل كلمة المروضية لكن كل شيء مميزتها وعيوبها يعني أن أي شخص يبقى على الكمبيوتر يمكن أن يدخل لأن الكلمة محفوظة سيدخلني على طول هذه أيضا مشكلة لكن أحيانا نستسهل وتعمل أيضا قدر من المشاكل طبعا ورد أن نقوم بالإجراءات نرى أيضا الشاشة اللي بعدها سيقول لي طبعا هنا يقول لي إن كنت نعمل مرة تانية ودخلها مرة تانية للتأمين نعملنا الخطوات ودخلنا الباسورد ونرجع ندخلها تانية هذا ليس معناه أن هو رجع بنا مرة تانية لكنه يحاول أن يأمن المروض أكثر من طريقة سوف أكتبها مرة تانية وتأكد المكتوبة صحة سوف أكتبها مرة تانية وتأكد المكتوبة صحة سوف أقول له سين ان سوف تصغلي الشاشة سوف يكون لك حكتين أو أكثر من طريقة لديه رقب موبايل ويكون لديه إميل احتياطي لكي لو حصلنا أن نسيت ترك كلمة السر تبعتها لي على هذا الإميل والإميل سوف أتأكد أن كتبها صحة وأم سوف أراجع كتبها تانية سوف أكتب أنها مكتوبة صحة وأعمل سين ان طبعا كما قلت ممكن تظهر لك شاشة تانية أقول لك فيها هل أنت محتاج أن تكتب له إميل كمان أم إميل احتياطي أم نكتفي بالموبايل طبعا هنا يقول لي أن نحدث كلمة المرور أحدثها مرة ثانية ومرة ثالثة يبعت أيضا على الإميل كما قلت على الإميل سوف أتأكد أنها مكتوبة صحة وإميل 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 إميل 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 شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة كما ترى هنا بيقول لي أن هناك رقم موبايل متسجل وكما هناك إيميل تاني متسجل يعني طبعا ممكن يكون الاتنين أصبحوا متسجلين طبعا لو أنت ما عندكش إيميل برضو يفضل تعمل إيميل احتياطي على أساس لو أنت نسيت كلمة المرور يعني زي ما أقولك أتليست من دولار طبعا نعمل نسبة لأعمل الاتنين كعملية التأكيد هذا موجود وده موجود ولكن لو أنت عمل واحد فقط يكفي واحد إما نكون فيه موبايل وإما نكون فيه إيميل تاني ممكن يردع له وابعت لك الباسورد لو إيميل ده مش موجود بإمكانك نعمل هذا هو المفروض أنه أخلص عملية التحكم بالترق المختلفة لكي يخاطر ودخلني على الحساب ودخلني على الحساب ثم 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 هذا هو مراحل للتأكد هذا هو مراحل للتأكد لعملية الاطمئنان لأن الأمور مستقرة هذا هو مراحل كثيرة جدا ولكن كلها هدفها يعملية تأمين الدخول على الأكاونت هذا هو مراحل كما تدخلنا وبالتالي ساعتها أننا أدور على الاتين لأن الخطر أدخل عليه وأكمل بعيد الخطوات لكن أما أننا وصلنا إلى الأكاونت وكذا احنا وصلنا إلى المرحلة وزير خطر أول ما الصفحة تفتح مع حضرتك بيزة الشكل أول ما الصفحة تفتح معك بيزة الشكل بتدور على الابليكيشن طبعا الابليكيشن تضغط عليها بيظهر لك تطبيقات جديدة كثيرة جدا دور من خلالها على تيمز هتلاقيه إذا ما كانش ظاهر مباشرة في الصف الأولاني زي ما ظاهر عندي كده لو ما كانش اعمل كده هتظهر تطبيقات كثيرة جدا موجودة اختار ما بينها دور على تيمز مجرد ما تلاقيها بتعمل عليها double click عشان يبدأ يفتحها لك طبعا بعد ما اجتزنا الخطوات الأولانية الخطوات الأولانية اللي احنا شفناها وحنتظر الى ان يحمل برضو ويفتح للصفحة بتاعتي اللي هي فيها الكلام اللي انا عايز اقول لحضراتكم ما ليه ازاي تنشئ الفصل بتاعك مجرد حددك ما توصل للشاشة دي فانا عدت وجهة نظري ده 90% من نجاح حضرتك طيب انت حضرتك ممكن انا شايف انا عندي علم النفس الفيسيولوجي ده مكرر انا انشأته وحوالي حددك انا انشأته ازاي تمام فانا روحت هنا هو في الجنب هنا هو في حاجة اسمها join or create teams join or create teams تأكد ان اي حاجة انت تعلمتها من خلال جوجل كلاسروم اتعلمتها من اي حطة هتقدر تستفيد بها فكرة نفس الفكارك ايه ايه اقول لك join or create teams join لو انا عندي كود تمام والكود ده انا عندي فيه يعني مع الدكتور او كذا ده شغلة الطالب شغلة الطالب ان الطالب بيبعث له الكود تمام فهو بالوقت شيء create or join ففتح لي ايه فتح لي الشاشة ده هروح على create teams كريات تيمز كريات تيمز كريات تيمز هي بالضبط هتشوف تلوقتي حالا نقول لك تعمله ده ايه هو عباره عن كلاسروم يعني كلمة كريات تيمز بالنسبة لنا هي تعني كريات كلاسروم او كريات كلاسروم انك انت تعمل فصل دراسي طبعا هنا بيقولك ايه كريات كلاسروم كريات كلاسروم تمام فا ايه كلاسر ده معانيه discussion group project assignment اه طبعا ده اللي احنا عايزينه ده اللي احنا عايزينه خلاص فعندتك عليها كده تمام وانتظر الى ان تفتحلي صفحة عشان نعمل كريات ليه انا رحت فين يا جماعة رحت عندي كريات تيمزي دي ومن كريات تيمزي ده انا قلت له فاتح لبدائل كريات تيمزي قلت له كريات كلاسروم فبدائ يسألني يعني كريات كلاسروم labs teacher or owner يعني احدك عشان تبقى السابق الوابرد انت صاحب الـ class team قلو you to create assignment quizz طبعا ده اللي احنا جايبين عشانه سندفيد بك للطلاب و أعطي لطلاب و أعطي لطلاب طبعا ممكن كل هذا يريد فهيقول لي اسم الكلاز هسميه طبعا هسميه باسم المقرر بتاعي نفترض مثلا المقرر بتاعي اسمه الفروق الفردية مثلا ده متطلب ما قدرش أنشئ فصل من غيره لكن الـ description التحت منه ده optional في حاجات required وحاجات optional فوالله يقول له مثلا ده مقرر هسميه الفروق الفردية والقياس النفسي مثلا بحاجة ينوض كده اتأكد بس إن هو بدأ يكتب وهكتب كلمة required يعني لازم ينشأ شوف حتى كلمة next مش مفعلة ليه لأن ده لازم يتزبط ده الأول فقال لي الفروق الفردية والقياس النفسي كده أنا سميت الاسم لاحظوا كلمة require بأجنبها علامة صحة وكلمة next تمام؟ طبعا بيقول لي إن هو تcreate a team using existing team as template لو أنا عندي team موجود قبل كده أو عندي class وعايز أنشئه بنفس الطريقة بنفس الخصائص فممكن أنا كنت روح هنا أنا أفترض إن حداك ما عندكش أي حاجة والتأول ده class حداك بتنشئه فأنا أقول له كده الفروق الفردية ده اسم المقرر عايز سيبقى description يعني زي إيه؟ إن الفصل يبقى يقدم لطلاب الفرقة كذا في الفصل الدراسي كذا ده عملية option فأنا أيضا عايز تضفها ضفها لكن ده optional ده وصف لكن ده الاسم ضروري ده الاسم اللي حيبقى موجود قدامنا هنزل تحت هنزل في الجزء اللي تحت هنا هلاقي كلمة next تمام؟ next معناها اديني الخطوة اللي بعد كده بهدوء أرجوكوا لأنه طبعا النت عليه ضغط جديد جدا النت عليه ضغط بيقول لي teams CMCP offline make sure you are connected to the internet فطبعا عايز أنها تأكد أنها متوصل بالإنترنت لأنه ما ينفعش أن انت تنشئ فصل وانت مش متوصلة بالإنترنت فأتأكد مرة تانية ان النت بتاعي شغال تمام؟ تأكد ان النت شغال وأحاول مرة تانية اقول له create team نشوف مثلا مشكلة دي فيها فعلا class نفس الخطوات تاني هيسألني طيب برضو اسم الclass ده ايه؟ هنكتبه ثم نقول له next ونشوف حكاية النت دي فيها مشكلة ولا اين النت ماهله بالضبط فالاسم برضو هسميه الفروق الفردية الفردية والقياس النفسي بس تأكد برضو نقط نوع بيكتب الفروق الفردية والقياس النفسي تمام تمام اقول له مرة دي next انا متوصل بانترنت ولا لا ولا في مشكلة انا متوصل بانترنت 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 انا جديد انا متوصل بانترنت كتب اول حرفين هو بيحاول يدور على اسام الناس اللي موجودة. طبعا لو انا عارف مثلا يعني طبعا عشان اقلل الاحتمالات ان انا لما اصل للشخص اللي انا عايزه مثلا زي وكيل الكلية عندنا في كلية تربية جامعة اسكندرية دكتور حسن عبدين انا ممكن انا اضيفه كمعايا بس مش هضيفه كستودنت اضيفه كمعا كايه كتيتشارز كاونر معايا في الموضوع لو انت عارف اسام الناس اللي موجودة ممكن ان حضرتك تضيف تضيفهم. لو مش عارف او مش عارف او مش عارف دلوقتي اعمل سكيب وانصحك ان انت في المرحة دي تعمل سكيب مشان بس سكيب. سكيب معناها فوت الخطوة دي فوت الخطوة دي فانا اخترت كلمة سكيب تمام ان انا مش عاوز ان انا انفس حاجة في المرحلة دي. في المرحلة دي مش عايز حاجة فاختار كلمة سكيب. زي محاضراتكم شايفين ظهر عندي بقى الفروك الفردية والقياس النفسي. مرحبا بك في مادة الفروك الفردية والقياس النفسي. طبعا هنا هو دي المرحلة الاولانية المهمة جدا من وجهة نظري. المهمة جدا بحيث ان طبعا ابلوت كلاس ماتيريال. فاين دي هيلب ان دي تريننج لو عايزت انك انت ترفع حاجة على المقرر. هنأجي دا دا دلوقتي. فاين دي هيلب ان دي تريننج لو عايزت تاخد تدريبات او حد يدربك على الموضوع دا او تتدرب على الكلام ده هو تمكيه. كل دا كل دا وارد. تمام كل دا طيب. ادي عندي الكورس هنا. جنب منه بقى مباشرة جنب منه هنا. لاحظوا في مور اوبشن. مور اوبشن. في مور اوبشن في حاجة اسمها اا جيت لينك تو اتشيم. دا عبارة عن لينك لينك ممكن لو انا جيت قلت له ايو انا عايز اللينك بتاع المقرر دا هو عايزه. دا معاني دا عبارة عن رابط. دا عبارة عن رابط مولي ينسخه وابعته لطلابي. قلوهم لو سمحتم. الرابط دا اضغط عليه عشان تدخل على الموقع اللي فيه المقرر بتاعه. جيبت 8 دا مرة تانية كده. جيبت 8 انا رحت هنا فيه التلت مقاط اللي جانب الاسم ده كده. تمام ونزلت تاني كده تحت خلاص والدقاء قلت له دي طريقة دي طريقة. لو انا عايز الطلب افتحه يدخله. وممكن اقول له أد ميمبرس لكن هو عارف ايميلاتهم. تمام اد ميمبرس. وممكن اقول له روحها لحاجة اسمها Manage Team ادارة التيم. كبر بس الشاشة لما تفتح طبعا هنا بيقول لي الاعضاء وانا ما عنديش حد لسه في الاعضاء غير انا الوحدي تمام؟ ما عنديش اي حاجة التيم هو الفصل في فرق من التشانيل التشانيل ده بتعتبر مجموعات صغيرة بنشقها من الفصل لو اقسم الطلبة لمجموعات لهاجات معينة فهنا طبعا ما فيش غير انا موجود وانا سطاف هنا وانا الامر بتاع هذا الكلام لكن اعايز اضيفها اضيف من هنا لكن لو رحت عند السيتنج هنا عند السيتنج تمام؟ عند السيتنج وفي عند السيتنج هتظلنا حاجة هنشوفها دلوقتي مع بعض من خلالها ممكن ان انا اروح على يعني طبعا هنا تيم ثيمث ممكن انا اعمل ثيمث لل حاجات شكليات يعني حاجات شكليات لكن هنا عندي حاجة اسمها تيم كود تيم كود مكتوب عليها ايه؟ share this code so people can join the team directly you will not get join request مش هايجي لك طلب ان الشخص عايز يدخل مجرد ان انت بديله الكود ده ويدخل بيدخل على طول ما معناه ان انت اعطينه لكن لو انا عندي اشخاص دخلوا عن طريق اللينك اللينك لازم يرحليه لانا اسمح لهم او ما اسمح لهمش اشوفهم مهم دول طبعي او ممكن وصلوا اللينك بالغلط لكن اللي بيدوصل له الكود الكود ده كود المكرر بيدخل على طول تملي share this code يعني شارك هذا الكود so people can join the team directory ممكن يشتركوا فيه التيم يعني الكلاس ده خلي بالك كلمة تيم يعني كلاس فانا لو بصيت ايه طيب الكود ده اجيبه منين او دخلت انا برضو علامة السهم الصغيرة ديت علامة السهم الصغيرة دي اللي جان بكلمة تيم كود اضغط عليها بيفتح لي ده فمنقول له generate code generate code generate code هذا الكود بيعتبر كود المكرر اللي هو ده اللي هو ده تمام ممكن انا من قل لاخر وانا طبعا بعد الفيديو ده ممكن اعمله reset علشان ما حدش يدخل بيه تمام ممكن اعمله reset ممكن اعمله remove كل شوية اعدله علشان انا كده امسحه ليه لان ممكن انا ماش عايز الطلبة يعني انا ممكن اعمله كده كل مرة يتغير ودي مهمة جدا يا جماعة علشان خاطر ما يوصلش لحد ويدايقك ويخش على ال class عندك لانت بتقول ايه ده كود بتشارك بيه الناس بدون يبقى حضرتك اول ما تتأكد ان الطلبة بتقعك داخل وهم الطلبة بتقعك كده خلاص هم جاي اعمله remove او تعمله reset تتغيره تغيره خلاص طبعا هنا معناها full screen لو انا عايز مثلا اكبر الدنيا هنا وتشوف الموضوع في شكل ايه شكل الشاشة كده كبيرة زي ما انت شايف اهو يعني عشان الناس نظرها ضعيف كده تشوف الموضوع شايفين الناس اللي دخلت على جوجل كلاسروم شايفين هو ده بيتم في جوجل كلاسروم هو نفس المنتج بتاع الجوجل ادموده تأكدوا ان كل اللي اتعلمتوه في ادموده جوجل كلاسروم مرحش يهضر كل ده هو هو هي نفس الدماغ اللي عملة ده عملة ده عملة ده بس هي مسألة ايه حاجات مختلفة عايز اصغر الموضوع تاني في الكورنر من فوقها ارجع تاني اصغر الدنيا ارجع تاني كما كنت تمام؟ عايز اغمل له نسخ اروح على كلمة كابي كده نسخ وقام جاي يرايح بقى عند الجروب بتاع الطالب عمله في الواتس عمله في الفيس ابعته لهم مجرد ما يبدأوا يخشوا اتأكد ان هم طلابي او ام جاي عمل ريسيت او عمله ريموف علشان اي حد تاني يستخدمه تمام؟ طيب بسرعة كده بسرعة كده ده التيم ثيمز طبعا انا مش عاوز ادوشكم بحاجات كتير التيم ثيمز ده معناه ان انا ممكن ايه ادور كده على يعني شكل من اشكال ثيمز ثيمز يعني عباره عن خلفيات والوان وحاجات زي كده فاقول له والله ممكن الثيمز ده هو ده اللي موجود انا عايز اعمل له تشينج هيجيب لي بقى قصص تانية مش عايزين احنا ولا نطول فيديو ولا نتكلم كلام ملوه لازمة ولا حاجة زي كده تمام؟ ميمبر برميشن الاعضاء اللي عدخلو ايه صلاحياتهم ميمبر برميشن مش الورن العون عنده كل صلاحيات كل حاجه انقبل اتشانل كريشن ممكن يعمله اتشانل اضافر او اضافر او 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 اللي انت عايز الطلبة بتوعك يكون عندهم صلاحيات اللي انت عايز تدام صلاحيات تعمل عليه صحي من هنا انا ما نستحقش انك تتجيهم اي صلاحيات ها ما هو زي ما انت شايف اهو احنا كده عملنا اهم حاجات اهم حاجات بسرعة وعشان الفيديو اس شاء الله سريح هيتعمل بعد كده مثل ان ان احنا دلوقتي انا في الكلاس بتاعي ده كده اهم عليك خلاك من الثلاث ميقات دولار ده بيفتح لك حاجات كتيره فنقول لي manage team added channel اتشانل يعني ايه يعني اتقسم الطلاب add members leave the team لا طبعا edit team ده معناه انك انت هتعمل يعني ايه تنقيح للحاجات اللي موجوده get link to a team احنا جيبنا ال link manage tag تاجة عباره عن ال label كده بيتحط عشان يتعرف delete the team مش عايزين نعمل delete the team برضه مش عايزين الكلام ده ولا عايزين نعمل delete the team ولا عايزين يعني edit the team مش عايزين نعمل له edit دلوقتي ولا حاجة انا اما حاجة عندي حاجاتك تعرف تاخد الكود ده الكود ده وتسلمه لطلابك وطلابك يبدأوا يدخله كل ما حاجاتك طالب حيدخل عندك هتلاقي ان الممبرز هنا الاعضاء بادقهم هتجد ان بادقهم يزيدهم طبعا لو رحنا عندي activity هنا بيقول لي ايه الانشطة activity دي دي مهمة جدا activity ومن الحاجات اللي ما بيتمش بها كتير من الناس هي برضو فكرة الطبع هنتكلم على assignment ال calendars انا ممكن اعمل calendars طبعا هنا بيقول لي الممبرز طبعا كل شوية عيني على الجزء ده عشان اشوف الطبع اللي بيب فيه انشطة ولا حاجة الناس هتبدأ من هنا وتبدأ من كذا اذا لو انا رجعت كده عند ال team بتاعي عند ال team بتاعي حاجة دلوقتي ان انا عندي المفروض ان انا اصبح عندي مقررين مقررين مقرر طبعا قديم كان موجود او حضرتكم مقرر الفروق الفردية اللي هو ما كانش موجود قبل كده اللي احنا انشأناه اصبح عندي مقررين مقرر الفروق الفردية ومقرر من نفس الفيسيولوجي ادي الفروق الفردية اهو ودي علم نفس الفيسيولوجي تمام؟ عايز اخش على المقرر ده باضغط عليه ضغطة كده عشان اشوف ايه اللي انا المقرر ده هو طبعا التلات مقاط دي بتديك ايه بعض الشورت كات كده السريعة اللي بتخليك ان تتعرف على بعض الامور الموجودة طبعا خلي بالكو زي ما قلت النت بطيق لكن ما تعدش تضغط كتير ما نعدش نضغط كتير ايه يبقى احنا كده شفنا ايه طبعا هنا لاحظوا حضراتكم تحت العلامة دي تخلييني اعمل عليه كذا زوم لو نزلنا كده تحت في الكورنر هنا ده العلامة دي بيقول لي ايه ده هو اللوت ديسك أبليكيشن ممكن ان انا اعمل انزل برنامج من ده بخص انه كاني بالزبط كاني بالزبط انا موجود على البرنامج ده مش محتاج اخش عليه مجرد برنامج حينزل والصطابه عادي ويبقى موجود عندك مش محتاج بقى تخش على يدوبك بتعمل login هتلاقي نفسك كل حاجتك قدام منك وده برضو حاجة كويسة احنا هنتكلم بقى كده ازاي نعمل assignment لكن ده هتكون في فيديو في فيديو ممفاصل خلي بالك هنا هو هتفيه برضو التلات ميكات دي بيقول لك ايه more added application في حاجات اضافية لو انت عايز تضيف application تانية برضو مش عايزك تخش في القصة دي دلوقتي ولا عايز ديعمل end notes ولا عايز ديعمل one notes ولا عايز ديعمل stream ولا عايز ديعمل الكلام ده كله انا مش هدى في الكلام ده كد لكن هدفي ان احنا حضرتك تبقى نرجع هنا تاني احب تخلص منها ترجعني انه هو ايه ارجع انه هو عند التلات نقاط دي واضغط عليهم مرة تانية عشان يختفي الapplication دي زي ما ضغطت عليهم وظهرت ممكن اضغط عليها وتختفي تمام يبقى ديه بس احنا نأكد عليها لو انا وقف هنا عند ال general خلي بالك ال general ده دي channel دي channel اسمها general اللي channel دي بتبقى يعني ممكن برضو زي اي حاجة ممكن اعمل لها عادي تسمية ممكن ان انا احزفها ممكن اعمل فيها حاجات كتيرة بس وانا اضغط عليها كده ممكن انا بقى اكتب اي حاجة لطلابي ممكن start new conversation تمام وممكن اكتب بقى لطلابي السلام عليكم بقدر تأكد انها باكتب عربي السلام عليكم هذا مقرر المقرر للفروق الفردية الفروق الفردية والقياس النفسي ماشي وقام جاي رايح امن علامة enter يامن العلامة ديت اللي اعجبك مجرد enter زي ما بنعمل اي تشات عادي دي معناها ان كل الطلبة حتشوف الرسالة ديت اي حد حيدخل عيشوف الرسالة دي عيشوف الرسالة ديت اللي انا بعتها دلوقتي اللي هي بتتكلم على التشات بتاعي اللي هي اللي روحت كده عند التشات ده هوت هيدي التشات ممكن طبعا فيها animations وممكن ابعت ملف ممكن ابعت ملف ممكن ابعت ملف وممكن ان انا احط صور كل الكلام ده كل الكلام ده هوت وارد جدا وارد جدا يبقى مرة تانية احنا عند teams عند teams ده بيقول لي ايه المقررات اللي انت انشأتها فشوفنا ازاي ننشئ المقرر ثم شوفنا ازاي اننا يعني اعمل على الاقل كده انشئ كود المقرر عشان ده اللي هبعته للطلاب هبعته للطلاب بتوعي تمام وان داخل السلام عليكم هذا مقرر الفروك الفردية والقياس النفس مين اللي كتب الكلام ده فلان اللي هو طبعا لو حد عايز يرد علي يعمل الربلاي زي الشاتنج العاجي جدا انا اللي قطش يعني بسرعة هعمل فيديو اخر حوالين ازاي بعمل الassignment اعمل الassignment لان الassignment دي الحاجة المطلوبة مننا بطريقة سريعة زي اعمل assignment ده هنشوف فيديو مفصل وطبعا اتمنى لكم كلكم طبعا في الظروف اللي احنا كلنا بيها الامن والسلامة والصحة ولا قافية في الظروف اللي احنا كلنا بنعاني منها لكن كلنا بتكاتفنا مع بعض وتعاوننا مع بعض وكل واحد عنده حاجة ممكن يساعد بيها ما يتأخرش بحيث ان احنا كلنا عدي الازمة دي واتمنى لكم السعادة والتوفيق والى اللقاء في فيديو اخر حوالين ازاي اعمل assignment عن طريق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته